بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم حلقة جديدة والزمالك حبنا اخبار مهمة جدا على الساحة الرياضية بعد فوز الاهل والزمالك على برمتز وصرميكا كيلوباترا ليصبح الاهل والزمالك كلاكت تاني مرة في النهائي الصوبره ليس طبعا مش الصوبر الافريكي لا الصوبر المصري تمام طيب بإذن الله يوم الخميس والنادي الزمالك يكسب بإذن الله ويتوج بالبطولة ويترجع بها من الإمارات بإذن الله عندنا أمرين مهمين جدا وهم مفاجئة جميز لنجم الزمالك في مباراة برمتز ونتكلم عن كرسي عملها الهارب محمود عبد المنعم كهربا وأصبح مصيره على المحك أصبح مستقبله على المحك خلاص كهربا يعتبر خارج الأهل بإذن الله يالله بيناه على أقول الأخبار هنبتدي بمكافئة جميز للاعب الزمالك بورتغالي جوزي جميز المقدير فني لنادي الزمالك قرر بعد مباراة الزمالك و برمتز إنه يكافئ مكافئة خاصة لحارس محمد عواد حارس مرمانادي الزمالك بعد تقلقه الملفد للنظر في مباراة برمتز طبعا عارفين ماذا يتقلق محمد عواد وعارفين إنه الحارس يعني حرفيا أثبت نفسه وكان عنده خص نظام الجمهور وكان عنده خص نظام الجميز إنه محمد عواد طبعا حارس كبير وعارس له كل التقدير والاحترام وساهم بشكل كبير في الصقود النهائي فجميز أصدر قرار بمكافئة محمد عواد حارس مرمى الزمالك من أجل تحفيزه في المرخلة القادمة والاستمرار عن مستوى الممتاز اللي بيقدمه محمد عواد خصوصا إنه إحنا داخلنا على نهائي صوبر وبإذن الله صوبر زمالكاوي محمود كهربا محمود كهربا اسمعوا بقى الحدودة من أولها لآخرة كهربا عمل حاجتين تمام حاجة حلوة وحاجة وحشة الحاجة الوحشة هي القلبة الدني الحاجة الحلوة عشان ما تقولوش إنه إحنا متحيزين بالزمالك أرغم إنها اسمها قناة في زمانك حبنا لكن أنا أيضا بحاول أقول ما يملي علي ضميري لا يخاف من حد الحمد لله تمام؟ لا يخاف من حد أنا أقول ما يملي علي ضميري محمود كهربا محمود كهربا كان قبل المتش تمام؟ هناك اثنين مشجعين ادى راح لغرفة الملابس وادى تيشيرتين من بتوعه واحد لطفل صغير واحد لأحد مشجعين النادي الأهل هذا موقف حلو الموقف الوحش والتي تسبب في الأذمة حرفيا قلبت الدنيا بعد المتش بعد المتش حصل مشدة كلامية مبين ومبين مدرب النادي الأهلي تمام؟ على فكرة دي مش أول أثمة لكهربا مع كولر تمام؟ طبعا كهربا كان متضايق عشان مشاركش في التشكيل الأساسي ولعب طهر مكانه طهر محمد طهر فطبعا كهربا متنرفز فراح تلفظ بألفاظ يعني حرفان كده ألفاظ سيئة تمام؟ لكولر ماشي وكان معترض على عدم لعبه على عدم مشاركته في المباراة مباراة سرميكا تمام؟ فاللي حصل بقى ان كان فيه اجتماع حصل ما بين الخطيب وكولر ماشي قال فيه النهاية في الاجتماع انه تم طبعا كولر كان متضايق وكولر قال ان فيه لعبة بتقعد على الدكة ومش بتعمل حاجة مش بتعمل خناقات وضرب مثال بأليو ديانج فالمهم يعني خلاص القرار الارطلع بغرامة طبعا غرامة دي اللي هو خصم من مستحقات اللاعب خصم مليون جنيه وعودته الى القاهرة وحرمانه من النهائي وكمان ايضا عرضه للبيع خلال الفترة القليلة القادمة تمام؟ بس طبعا مش هيعلنه على الكلام ده دلوقتي هيعلنه عن الكلام ده بعد الصوبر ان شاء الله تمام؟ خلال الفترة القليلة القادمة سيتم عرض كهرباء للبيع تمام؟ اشوفكوا على الف خير كانا معكم احمد دمجدي ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناة نصلكم اجدد فيديوهاتنا واشياروا الفيديو على قد ما تقدر ايجاد عنه